السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يندريج بنية الوحدة السابعة الأسبوع الثاني مكون الصرف والتحويل بعنوان مصادر الفعل الثلاثي وغير الثلاثي أول ما نبدأ به والتذكير بتعريف المصدر قلنا سابقا بأن المصدر أو كما نعلم جميعا فالمصدر هو اسم يدل على حدث ولا يقترن بزمن نركز على لا يقترن بزمن ويتضمن أحرف الفعل بمعنى نجد الأحرف الأصلية للفعل في المصدر مثال رسام رسم يضرب ضرب اقرأ قراءة استعمل استعمال لاحظوا معي رسام فعل يدل على حدث الرسم ولكن مقترن بزمن لهو الماضي في حين رسم اسم هنا يدل على حدث الرسم ولكن لا يقترن بزمن معين بمعنى يمكن توظيف اسم أو كلمة رسم سواء كان الحدث في الماضي أو في المضارع أو حتى في الأمر نفس الشيء بالنسبة يضرب هنا الفعل يضرب يدل على حدث الضرب ولكن في المضارع مقترن بزمن المضارع أو الحاضر ضرب اسم يدل على حدث الضرب ولا يقترن بأي زمن اقرأ فعل يدل على حدث القراءة ولكن في المستقبل قراءة اسم هنا ليس فعلا اسم يدل على حدث القراءة أيضا ولكن لا يقترن بزمن نفشيء بالنسبة استعمل هذا فعل استعمال مصدره لنبدأ بمصادر الفعل التلاتي أو بعض مصادر الفعل التلاتي اخترت أن أوضف خمسة أفعال كلها على نفسي الوزن نجح كتب ضرب وصل ذهب يعني الأفعال الخمسة كلها على وزن فعلا فعلا نون هي فاء الفعل جيم عين الفعل والحاء لام الفعل سبقا رأينا بأن أوزان الفعل التلاتي لمجرد هي إما فعلة أو فعلة أو فعلة أيضا رأينا تصنيفات أخرى للفعل من حيث المزيد والمجرد من حيث مثلا اللازم والمتعدي هذا سبقا رأينا في حصص سابق لاحظوا معي الأفعال الخمسة كلها أفعال تلاتية بمعنى أحرفها الأصلية ثلاثة مصدر نجح نجاح كتب كتابة ضرب ضرب وصل وصول ذهب ذهب لاحظوا معي نفس الوزن بالنسبة للأفعال كلها على وزن فعلا ولكن المصادر مختلفة من حيث الوزن نجاح على وزن فعال كتابة فعالة ضرب ضرب عفوا فعل وصول فعول ذهب فعال إذن ماذا نستنتج بأن مصادر الفعل التلاتي سمائية بمعنى ليست قياسية أو لا تخضع لمقياس أو وزن محدد يمكن أن يكون الفعل على وزن فعالة ولكن المصدر يمكن أن أجده على وزن فعال أو فعال أو فعال أو فعول أو فعال أيضا إذن نلاحظ أو نستنتج بأن مصادر الفعل التلاتي هي سمائية وأوزانها متعددة نمر الآن لمصادر الفعل غير التلاتي نوظف طبعا الجدول المرافق إذن عندنا الفعل عدد أحرف الفعل وزنه بمعنى وزن الفعل مصدره ثم وزن المصدر لنرى العلاقة ما بين وزن الفعل ووزن المصدر نقلنا بأن الفعل غير التلاتي يمكن أن يكون ربائيا أو خماسيا أو سداسيا واصلا واصلا لاحظوا معي واصلا هي على وزن فاعلة كيف ذلك نأخذ المجرد اللي هو واصلا الواو هي فاو الفعل الصاد هي عين الفعل واللام هي لام الفعل نفس الشيء احتفظنا بها الفا والعين واللام وأضفنا حرف الزيادة الأليف إذن واصلا على وزن فاعلة هالج أيضا على وزن فاعلة لاحظوا معي المصدر مواصلة معالجة مفاعلة مفاعلة نفس الوزن بالنسبة للفعل أعطانا نفس الوزن بالنسبة للمصدر تعادل تواصل فعلانهما سيال وزنهما تفاعلة تفاعلة لاحظوا معي أحرف الزيادة التاء والأليف وضفت أيضا في الوزن تفاعلة نأخذ الفا والعين واللام ثم أحرف الزيادة نضيفها في مكانها المصدر تعادل تواصل تفاعل تفاعل لاحظوا معي وزن الفعل تفاعلة وزن المصدر تفاعل نفس الشيء بالنسبة للفعلين معا انطلق انفاعلة هذا فعل خماسي أيضا انفاعلة لماذا قلنا انفاعلة؟ لأن الألف والنون هي أحرف الزيادة إذن نضيفها على فا ع لا انفاعلة انطلاق هو المصدر وزنه انفاعل وزنه انفاعل اعتمد فعل خماسي هنا وزنه افتعال واحد الفرق افتعال لماذا؟ لأن الأحرف الأصلية في اعتمد هي ع ما دا هذا هو المجرد مصدره اعتماد وزنه افتعال اخضر اخضر فعل خماسي أيضا وزنه افعل افعل الشدة او التدغيم فراء يقابله تدغيم فيلام الفعل مصدره اخضرار وزنه فعلان ضحرج هذا رباعي مجرد طبعا مثله مثل زلزلة او سلسلة وزنه فعلال لاحظوا ما هي ليست هناك احرف زيادة فعلال مصدره ضحرجة او الحدث المقتبس من ضحرجة هو ضحرجة وزنها فعلالة استعمل واستخرجة فعلان سداسيان وزنهما استفعال استفعال لاحظوا ما هي استعمل استفعال احرف الزيادة هي الالف والسين والتاء نفس الشيء بالنسبة للوزن مصدره استعمال على وزن استفعال ايضا استخراج على وزن استفعال اذا كخلاصة انا ارتأيت ان تكون الخلاصة على شكل جدول يربط ما بين وزن الفعل ووزن المصدر لاحظوا معي اذا كان الفعل على وزن افعال لاحظوا معي افعال يعني مزيد بالهمزة فوزن المصدر هو افعال وزن الفعل افعال يقابله وزن المصدر افعال مثال اقبل اقبال اقبل اقبال اخرج اخراج اخرج اخراج اذا كان الفعل او اذا كان وزن الفعل فاعل يعني مزيد بالالف فوزن المصدر مفاعلة فاعل مفاعلة قاوم مقاومة قاوم مقاومة قابلة مقابلة إذا كان وزن الفعل فعال فعال عفوا أكتب الشدة إذا كان الفعل على وزن فعال فالمصدر على وزن تفعيل تفعيل مثل هدد تهديد هدد تهديد فسر تفسير فضل تفضيل افتعل إذا كان الفعل وزنه افتعل فالمصدر وزنه افتعال أو نأتي بالمصدر على وزن افتعال مثل اقترد اقتراض اقترد اقتراض إن فعال الآن إذا كان الفعل على وزن إن فعال إن فعال فوزن المصدر إن فعال مثال إن صرفا صراف فعللة 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 مثال زلزلة زلزلة دائما وزن الفعل يقابله وزن محدد للمصدر تفعللة الآن مصدره تفعلل تضحرج 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 استفعل كما سبقا رأينا بالنسبة الفعلين السابقين استفعل بمعنى إذا كان الفعل مزيدا بالألف والسين والتاء فوزن المصدر هو استفعال استعمر استعمار سبقا رأينا استخرج استخراج استعمل استعمال مثلا إذن نحاول الآن يعني إنجاز التطبيق بسيط جدا إذن صغ المصدر من الأفعال التالية سأعطيكم فرصة للتفكير خرج أخرج تخرج تقاسم انفعل استسلم استغفر تعلم انقلب ركع قال نال طبعا قبل السياغة المصدر ينبغي التمييز ما بين إذا كان الفعل تلاتي أو غير تلاتي نحاول استخراج الأفعال التلاتي قلنا هنا خارج تلاتي ركع تلاتي قال تلاتي ونال تلاتي هذه الأفعال الأربعة أوزانها سماعية فقط أو مصادرها سماعية رحضوا ماين خارج نقول خروج ركع ركوع قال قول نال نيل في حين الأفعال غير التلاتية هنا ينبغي أن تلتزموا أو تلتزموا بالأوزان التي سبقا أعطيناها أخرج على وزن أفعال إذن نبحث في الجدول عن وزن المصدر تخرج تفعال تقاسم تفعال إن فعال على وزن أيضا إن فعال استسلم على وزن استفعال استغفر نفس الشيء استفعال تعلم تفعال إن قلب إن فعال إذن وتبحثون عن مصادره في الأخير أشكركم على حسن تتبعكم مصادره